Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Ana Claudia Ghosbach, UN Undersecretary General and Executive Director of UN Habitat. فنرحم معاً بالسيدة Ana Claudia Ghosbach, وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لـ UN Habitat. ساحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. السادة السيد محمود فخامة أز، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فخامة الرئيس. عبدالفتاح البرهام، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. السيد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. السادة السيد فخامة رئيس الوزراء، سيد مصطفى مدبولي. السادة الوزراء، السادة العمداء، السادة الأجلاء الحضور، السادة الزملاء، السيدات والسادة، الأصدقاء، مساء الخير لكم جميعاً، مساء الخير. أولاً، أود أن أشير إلى أهمية الشراكة العظيمة مع حكومة مصر العربية، وهذا في المنتدى الحضوري العالمي والتي استطافت فيه هذا المنتدى والذين لم يزدخلوا جهداً في أن يخرجوه بهذا الشكل. فشكراً جزيلاً لكل الذين نظموا هذا المنتدى لنأتي إلى هنا اليوم. ولا بد أن أقول أن فخامة الرئيس أنني أشعر أنني في بلدي هنا. ثانياً، أود أن أذكرنا جميعاً بأهمية المنتدى الحضوري العالمي فأنه قد ثبت من الأمم المتحدة وجمعية العامة منذ 23 عاماً في عام 2001 وفقط على هذا المنتدى أن يكون المؤتمراً دولياً لكل أصحاب المصلحة أن يأتوا وأن يشاركون الأفكار. وبعد ذلك قد أيضاً عرف عن هذا المنتدى أنه أهم المنتديات التي تهتم بأجندة المدن الحضرية وأيضاً لالتزامنا بتنمية الحضرية. ولا بد أن نشير أيضاً إلى أن هناك اهتمام عالمي حضري في المجتمعات الحضرية بهذا الموضوع منذ نشأة هذا المؤتمر ومنذ أوله. ولا بد أن أشكر أنا بجوكا من سبقتني وهي لقد أنشأت هذا المنتدى فلا بد أن نصفق ونحييها. ومستجوان كلو وموناشري لأنهم حافظوا على هذا المنتدى العظيم للمجتمعات الحضرية العالمية. فأن منذ أعوام لقد جذب هذا المنتدى كثير من أصحاب المصلحة ومن قطاعات مختلفة. الناس والمؤسسات الذين يهتمون بمستقبل هذا الكون قد وفهموا كثيراً الدور المهم الذي تلعبه المدن في تعريف الدور الذي نقوم به تجاه هذا الكون. شكراً لكل المشاركين هنا سواء بالحضور أو أونلاين لأنهم انضموا إلى هذا المنتدى من جميع أنحاء العالم. لقد اشترك معنا أكثر من 182 دولة والتي تمثل خمسة رؤساء و72 وزير و51 نائب للوزير وأيضاً 96 ممثل المجتمعات المحلية. فأنتم تجعلون من هذا المنتدى ما هو الآن أن يكون منتدياً عظيماً وقوياً وأن يحقق الاتصال والتواصل وأن يحقق التغيير والتحويل في مجتمعاتنا الحضرية. السيدات والسادة الأصدقاء نحن قد وصلنا بالفعل إلى خطوة مهمة جداً في رحلة هذا المنتدى فأنه أكبر منتدى في تاريخه. لقد شهدنا تطوراً عظيماً وأصبح مرئياً للجميع وأنا أيضاً أعتقد أن هذه الضخامة لهذه المنتدى في هذه المرة أنه يحدث في قاهرة هذا المكان المملوء بالحضارات وبالتاريخ. وأنه أيضاً لديه قيم اجتماعية واقتصادية كبيرة وأيضاً أن مدننا تنظر إلى المستقبل وإلى التكنولوجيا وتفهم الأهمية الأرض والمدن. حقاً أن المنتدى الحضاري العالمي هو من أهم إصولنا في المؤول الأمم المتحدة وأيضاً نحن نجتمع كميعاً على هذا وأننا نلتزم تماماً أن نحافظ على هذا المنتدى ونجعله أيضاً أكثر قوة وأن يكون عموداً أساسياً للتنمية الحضارية لحتى عام ٢٠٢٩ وهو أيضاً يحقق ويواجه التحديات مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ وأيضاً وأن يكون هناك تنوعاً في كثير من القطاعات وهي الأزمات الإنسانية ولهلاء الذين لا يجدون منزل ونوفر لهم المسكن وأيضاً نحن نضع مثاقاً للمستقبل وأننا منذ شهرين في نيويورك وفي جمعية الأمم المتحدة فإن ميثاق المستقبل أهم اهتم بأجندة المدن الحضارية وأهمية ذلك وأهمية تدخل الحكومات المحلية وأيضاً ناقش التحديات الخاصة بالتكنولوجيا وبالرقمنة والتي تتصل بجهودنا وأيضاً في أنها تتيح التواصل بين شعوب هذه المجتمعات وأن هذه المجتمعات الحضارية وأيضاً يمكن أن نكون لها موضوعاً مركزياً بالنسبة للتمويل وأن لا بد أن يتم نقل ذلك إلى الأجيال القادمة وأنه من المهم جداً أن نشكل المستقبل فإن هذا المنتدى الحضاري العالمي هو أجبر المؤتمرات في الأمم المتحدة الذي يحقق هذه الميثاق المستقبل ونحن هنا يمكن أن نحدث تغييراً كبيراً وأن ندعم تطبيق هذا الميثاق فإن نتائج الجلسات في هذا المنتدى والتي بها إعلان القاهرة وأن يكون هناك لقاءات وأن نصل إلى رسالة إلى الإجراءات إلى كل المسؤولين للإجراءات المحلية فهذا تحالفاً الآن ليس فقط لمواجهة التحديات ولكن لأن نصطع كمجتمعات مدنية شكراً لكم شكراً لسيدة أنا كلاوديا غوثباخ والآن